المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعم بالله ولا تعجز في هذا الحديث الشريف ترغيب نبوي للمؤمنين على القوة وحثهم على اكتسابها في هذه الحلقة من برنامج مقاصد نبحث مع ضيفنا طبيعة هذه القوة وصورها كما نفتش عن سر تفضيل الله عز وجل المؤمن القوي على الضعيف كما نتطرق إلى طرق استجماع المؤمن شروط القوة وأسبابها أهلا بكم هذا الموضوع نطرحه على طاولة الحوار مع الدكتور حسن سلمان عضو أمانة رابطة علماء إريتريا أهلا ومرحبا بكم دكتور أهلا وسهلا ومرحب بالمشاهدين هذا الحديث حقيقة فيه قيم كثيرة ومتزاحمة فيه الاستعانة بالله سبحانه وتعالى وفيه النهي عن أن يكون المرء عاجزا وكذلك التسليم بقضاء الله وقدره في الحديث الطويل وكل ذلك يأتي في سياق الترغيب على القوة في سياق مدح القوة والثنائي عليها نريد أن نفهم منك التقديم صورة شاملة كاملة وافية لهذا الحديث نريد أن نفهمه في سياقه العام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هذا الحديث أورده الإمام مسلم في صحيحه عن نبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ويأتي أيضا في نفس السياق يقول إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله ما شاء فعل وهنا طبعا بما أن الحديث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم والسنة في سياقها الكل تأتي إما مبينة أو مؤكدة أو مفسرة وشارحة لأصل من أصول القرآن كما يقول الشاطبي الكتاب قد تقرر أن الكتاب العزيز هو كلية الشريعة وعمدة الملة فدائما ما نجد المفاهيم التي تريد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لها أصل في كتاب الله سبحانه وتعالى ومن هذا الباب لا بد أيضا أن نعود بالمشاهد إلى فكرة القوة في القرآن الكريم ومفهوم القوة في القرآن الكريم باعتبار أنه كما قال الشاطبي هو كلية الشريعة وكليات الشريعة تريد هنا وعمدة الملة بمعنى أن القرآن يعني كل المفاهيم القيمية لا بد أن تكون أصولها في كتاب الله سبحانه من خلال عودتنا إلى القرآن الكريم نلاحظ أن مفهوم القوة سبحان الله ورد في 42 مفردة يعني 42 مرة في كتاب الله باختلاف السياقات مختلفة لكن الغريف فيها يعني في 25 صورة 32 آية منها في المرحلة المكية وعشر مرات في المرحلة المدنية يعني حتى لا يرتبط عند الناس دائما كثيرا ما يرتبط مفهوم القوة بالمعنى الذي يكون فيه الدولة والتمكين وكذا وما عداها يذهب إلى المسكنة والضعف يعني القرآن يكاد ينبهنا إلى قضية مهمة جدا وهو أن هذا المفهوم مفهوم مركزي في مرحلة الاستضعاف ومفهوم مركزي في لحظة التأسيس ومفهوم مركزي بالنسبة للمسلم حتى وهو لو لم يصل إلى فكرة الدولة يعني هذه القضية لا بد أن نتنبه لها النقطة الثانية يحرص القرآن الكريم أن يتناول مفهوم القوة ابتداء بالحديث عن قوة الله لأن المؤمن وهو يحاول أن ينطلق نحو القوة فهو يدرك أن قوته لا تسوى شيء أمام قوة الملك الجبار فهو ينظر إلى قوة الله قبل كل شيء طبعا هذه الفكرة فكرة أن المؤمن ينطلق في مفهوم القوة بالنظر إلى قوة الله تكسبه أمران بأنه إن اتكى على قوة الله لا يغلب وبأنه إذا أراد أن يستغني عن الله فهو مهزوم يعني مفيد في الجانبين ولذلك سبحان الله يقال بأن مفردة القوة مفردة ذات بعدين يعني يمكن أن تحمد في الاتجاه القوة والشدة ويمكن أيضا أن تعطينا معنى الضعف والفقر يعني لاحظ يعني مثلا قبل الله تبارك وهذه مرة واحدة جاءت في القرآن تحمل هذا المعنى معنى الضعف الذي يتحدث القرآن الكريم عن متاعا للمقوين فالمقوين هنا هم الفقراء الضعفاء في الصحراء لكن فيها الدلالة على أن الإنسان إذا انطلق من مفهوم القوة في القرآن الكريم فيها الدلالة على قوة الله سبحانه وتعالى الدلالة أيضا على قوة الملائكة الدلالة على قوة الجن في هذا المعنى فيها أيضا معنى الدلالة على قوة القلب يعني السياقات التي ترد فيها القوة القلبية فيها أيضا معنى القوة البدنية في القرآن الكريم يشير أيضا إلى معنى القوة البدنية أيضا يشير القرآن إلى معنى خارج كل هذه المعاني جزء منها ذاتي بالنسبة للإنسان وجزء منها متعلق بالله وهو القوة المطلقة التي لا تقهر وفيها معنى أيضا فيما يتعلق بالإنسان نفسه وهو أن القوة الخارجية التي هي تسمى بالأعوان التي تسمى بالأعوان وهي التي تمناها لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد فهنا هي قوة الأعوان لاحظ هنا أن معاني القوة تتعدد وتتمدد كلما حاولت أن تعود إلى القرآن الكريم لكن أيضا وهو يركز لنا القرآن الكريم يعطينا من جانب تعزيز هذا المفهوم وأهمية هذا المفهوم وفوائد هذا المفهوم ومركزيته في التصور الإسلامي لكن في نفس الوقت أيضا القرآن يربطه بمعنى الحق يعني نفس القوة إذا استخدمت في اتجاه الخير تكون قوة خيرة وإذا استخدمت في اتجاه الشر تتحول إلى قوة شريرة فتمتدح وهذا يعني باختصار شديد المعاني القرآنية كلها التي ذكرتها كلها تتجه بنا إلى أن مفهوم القوة مفهوم محايد هو ممدوح إذا اتجه نحو الخير ومذموم إذا استخدم هذا الأمر نحو المفهوم الشر أي ارتباط القوة بالشر في يتجه نحو الجبروت نحو البطش نحو الظلم نحو كذا لكن نفس القوة إذا اتجهت بها نحو بناء الخير تأسيس الخير ترسيخ الخير هنا تلاحظ أن المسألة أخذت بعدها طبعا في القرآن الكريم هذا الإطار الذي أتكلم فيه فقط في مفردة القوة لكن سبحان الله لو أردت أن تتسع إلى المفردات الأخرى ذات الصلة بمفهوم القوة تجد هناك 13 مفردة في القرآن الكريم فتتسع معك فيتحول المفهوم من مفهوم بسيط إلى مفهوم فعلا مركب ومعقد وواسع لدرجة أنه يتحول في النهاية لدى الأمة إلى مفهوم مركزه هذا على مستوى القرآن الكريم لو جئنا على مستوى الفطرة الإنسانية ستلاحظ أن القوة محبوبة عند الإنسان كل الناس يحبون أن يكونوا أقوياء لدرجة أن المفاهيم السياسية الآن اتجهت مثلا إلى تعريف السياسة في نهايتها بأنها هي عبارة عن امتلاك القوة أو توزيع القوة فتتحول معك في المفهوم حتى العلوم السياسية إلى أنه مفهوم صار الآن مفهوم مركزي حتى في العلوم الاجتماعية والعلوم السياسية وعلى مستوى الأفراد والمجتمعات فإن القوية محبوب والضعيف دائما حتى لو لم يكن مذموما إلا أنه لا ينظر إليه بأنه يعني محل تقدير هذه أول العلوم لكن دعنا الآن نعود إلى الحديث الذي هو حقيقة يعني حديث يؤسس لهذا المفهوم المركزي وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ينطلق ويعبر عن مفاهيم وقيم القرآن الكريم يعني لما أكدنا على أن مفهوم القوة في القرآن مفهوم مركزي ومفهوم أساسي وتشير الآيات كلها إلى ضرورة أن يلتزم المسلمون هذا المفهوم الكبير ولكن ينطلقون فيه من خلال عودتهم إلى الله سبحانه وتعالى استلهام القوة منه سبحانه وتعالى الاستعان به التوكل عليه الثقة به هذا التعلق الكبير جدا بالله سبحانه وتعالى الذي يكسبهم قوة ليست لهم لدرجة أنهم يصلون في بعض المراحل أن يكون الواحد منهم يوازي عشر من الكافرين القرآن يشير إلى هذا المعنى وبلا شك هذه ليست قوة عادية يعني ليست قوة بدنية يعني لما القرآن الكريم تحدث في لحظة من اللحظات أن المؤمن أو المسلم كان يقف في مقابل عشر من الكافرين وأوجب الله عليهم ذلك ربطها مباشرة بمفوم آخر ومفوم الصبر فإذا هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم يترجمه لنا الآن في هذا الحديث يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضائف وفي كل خير هذا طبعا يأتي هنا طبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يجعل القوي محبوب لله سبحانه وتعالى والضعيف دونه لكن لا تنتفي عنه المحبة بما أن محبة الله سبحانه وتعالى مرتبطة بولايته فكل من شهد أن لا إله إلا الله محمد الرسول له نصيب من الولاية وبالتالي له نصيب من الحب له نصيب من المحبة فلا تنتفي محبة الله عن المسلم إلا إذا انتفى عنه عقد الإسلام إذا هو له نصيب من حب الله سبحانه وتعالى من الضائف طيب ما هي هذه القوة التي يتحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي كنت أريد أن أسألك عنه دكور يعني القوة الآن هذه التي ربطها النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما طبيعة القوة صورها أو جهها التي يعني يحب الله المؤمن أن يكون بها أحسن هنا طبعاً اختلف العلماء في نوع القوة المرادة في هذا الحديث فمنهم مثل الإمام النووي ومن المعاصرين الشيخ بن عثيمين ذهبوا إلى محاولة تقييد القوة بأن القوة هنا مراد منها القوة الإيمانية لأن الحديث قيدة المؤمن القوي فهنا يتكلم عن القوة وقالوا أيضاً بأن الضعيف لا يلام وهو ضعيف وبالتالي قد يكون الإنسان قوياً شديداً ولكنه إذا خلى من الإيمان لكن رأيت كثير من العلماء كثير من العلماء يذهبون إلى مفهوم مطلق للقوة والقوة تمتدح في إطارها الإيماني وفي إطارها البدني وسنلاحظ فالمؤمن الذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويكون قوياً في إيمانه وبدنه هو أحب إلى الله سبحانه وتعالى من الذي يكون قوياً في إيمانه ولكنه ضعيف في بدنه ولكن يشكل علينا هنا طيب كيف هذا الضعيف وهو خلقه الله سبحانه وتعالى ضعيفاً كيف يلام على ضعفه كيف يلام على ضعفه طبعاً هنا الله سبحانه وتعالى لا يعاقب الإنسان ولا يلومه على أمر غير قادر على اكتسابه غير قادر على اكتسابه هذه سنبحثها بعد ذلك دكتور في الموضوع لكن يعني لو أذنت لي أن نريد أن نحرر طبيعة القوة وصور القوة التي يحبها الله سبحانه وتعالى أنت ذكرت أن الإمام النووي قيدها في موضوع الإيمان وطائفة كبيرة من العلماء ذهبوا إلى أنها القوة البدنية وقوة الإنتاج وقوة العمل ما الضابط في تحديد هذا أو ذاك الضابط هو محاولة التجميع وهو الذي أميل إليه يعني أن نعود إلى القرآن الكريم في مفردة القوة ونعود كذلك إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مفهوم القوة ستلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عندما تحدث عن وهو يفسر قوله الله سبحانه وتعالى وعدوا لهما استطعتم من قوة قال ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي وذهب الإمام الرازي مثلا إلى محاولة تفسير مفهوم القوة في هذه الآية إلى أن يصل بها إلى ستة أو سبعة مفاهيم يعني أنت هنا لا يمكن أن نقيد هذا المفهوم وهذا السياق بهذا الشكل الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي ونجرده عن سياقات القرآن الكريم فنختزل المفهوم هنا يؤدي بنا إلى اختزال المفهوم في نطاق ضيق ولا يؤدي مراد النبي صلى الله عليه وسلم ومراد الشعر فكل المفردة القرآنية والمفردة النبوية كل ما كان هناك مساحة لأن تتسع أكبر قدر من المفاهيم فيجب أن يدخل لا تخرج منها مفهوما قابل لأن يدخل إلا بدليل الأصل أنها تتسع ولا تضيق إذن القرآن الكريم يشير لنا في مفهوم القوة ذكرت إلى أن مفهوم القوة القلبية وارد في القرآن خذ الكتابة بقوة فسرت في كثير من أنه يأخذ بعزيمة وبجدو بقوة قلبية وبإيمان وبيقين وبثبات مثلا القوة المادية وردت في القرآن وأعدوا لهم ما استطعت من قوة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمسألة الرمي وهنا مفهوم الرمي أيضا حتى لا يفهم بأنه مفهوم مختزل ستلاحظ بأنه مفهوم كبير جدا في العلوم العسكرية يعني منتهى كل أنواعة الأسلحة إلى الرماية يعني لو أردت أن تدرس كل أنواع العلوم العسكرية بدءا من السلاح الفردي إلى سلاح الطيران إلى مسألة الصواريخ إلى أضخم ما لديك من أسلحة فإن ما يمدح به هو إصابته للهدف فكأنما النبي صلى الله عليه وسلم هنا يختزل لنا مفهوم أو يشير لنا إلى مفهوم هائي جدا ولكن مثل قوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفه كون أن يشير إلى الرمي لا يعني أن غيره ليس من أدوات القوة فالنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أهم مفهوم في مفهوم القوة ولكن يدخل في هذا المفهوم أيضا مفاهيم أخرى أيضا مما يدخل في هذا الجانب في مفهوم القوة القوة الإيمانية قوة الإيمان بالله قوة الثقة بالله سبحانه وتعالى يدخل كذلك القوة العلمية والمعرفية لا يمكن أن تكون نحن تحدث الآن عن مفهوم قوة وأنت أمة ضعيفة علميا أمة ضعيفة معرفية أمة ضعيفة على مستوى التكنولوجيا والصناعات أمة ضعيفة على مستوى الاقتصاد هذه كلها طبعا إذن أنت عندك مفهوم الإيمان قوة الإيمان واليقين المتعدق بالقلب عندك قوة العلم والمعرفة عندك قوة التكنولوجيا والصناعات عندك قوة القوة الاقتصادية اللي هو قوة المال والمال بطبيعة الحال أيضا يكسب الإنسان قوة ويكسبه قياما حتى لدرجة أن مفهوم القيام الذي يقابله مفهوم القعد ورضي في سورة النساء ولا تؤتوا أموالكم ولا تؤتسفها أموالكم التي جعل الله لكم قياما فهذا مفهوم من مفاهيم القوة إذن هذه كلها يدخل فيها هذا الحديث فالمؤمن الذي يكون قويا في إيمانه قويا في علمه قويا في معرفته قويا في استعداده لما يتعلق بحماية نفسه والدفاع عنها قويا في محاولة المساهمة في مجتمعه قوة الاجتماعية والتماسك الاجتماعي والترابط الاجتماعي لأن هذا النوع من أنواع القوة يعني المجتمع يعني الله سبحانه وتعالى لما يقول مثلا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم فيجعل الوحدة في مقابل الفشل أي الوحدة قوة والفشل يعتبر نوع من أنواع الضعف إذن هذه كلها تقريبا تدخل عندنا في مفهوم القوة وبالتالي الحديث هنا الأفضل أن نحمله على سياقه الكل الواسع ربطا مع بقية النصوص وأن لا نأخذه في سياق ضيق دكتور قد تبدو لبعض الناس أن هناك إشكالية في هذا الموضوع إشكالية تنبع من مقارنة هذا الحديث بمسألة القدر يعني الله سبحانه وتعالى مسألة القوة والضعف مسألة قدرية يعني كيف قد يسأل سائل سؤالا استفهميا طبعا كيف يفضل الله سبحانه وتعالى مؤمنا خلقه قويا وأمده بأسباب القوة على مؤمنا آخر خلقه ضعيفا وحرمه من أسباب القوة ثمة إشكال كيف نوضح هذا الإشكال وطبعا نفس هذا الإشكال أجيب عليه في نفس الحديث طبعا من حيث أولى الخيرية كلهم أدخلهم في دائرة الخيرية يعني لم يجعل أحدهم شريرا لكن ثم تمن هو أحب إذن نعم نعم لكن هنا ستلاحظ بأن كلما كان هناك مساحة للكسب في القوة وفرط فيها هذا الضعيف يلام عليها إذا كان عنده مساحة لتقوية الإيمان مساحة لتقوية البدن مساحة لتقوية العلم مساحة لتقوية المال وهو فرط فهنا لا يكون الأمر متعلق يعني كلما كانت عندك القدرة للاكتساب وفرطت فيها فأنت تعطي لو كان الأمر مثلا كذلك دكتور لكان الحديث جاء في صيغة أخرى يعني الأحب إذن الله والخير هو من سعى إلى كسب القوة وليس من كان هو قويا على كل هي يعني تدخل هذه في فضل الله نعم تدخل في فضل الله يعني الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم لما ناقشه الصحابة في قضية يذهب أهل الدسور بالأجور نعم يعني يصلون كما نصلي يصمون كما نصوم كذا قال قول سبحان الله والحمد لله وكذا فقال اليوم الثاني والله يا رسول الله لحقا قال هذا فضل الله يؤتيه من يشاء فقضية تفضيل الله سبحانه وتعالى في الجانب جارب الخلق ابتداء ومن ناحية قدري هذا محضو فضل الله سبحانه وتعالى لا إشكال فيه فقد يجعل بعضنا أقوياء بدنيا وقد يجعل بعضنا أذكياء وقد يجعل بعضنا متوسط الحال لكن كل ذلك هو لا يخرجنا من دائرة التكليف لا يخرجنا من دائرة التكليف فنحن مكلفين بأن نعمل لكن ما تعاتف فيه هذا المهم عندنا ما تعاتف فيه وتلام عليه هو الذي يكون فيه تفريط ما ليس فيه تفريط ليس هناك إشكال فمثلا الله سبحانه وتعالى اصطنع موسى على عينه ولكن هذا الاصطناع الخاص للأنبياء لم يناله كل الناس لكن لا يلان بقية الناس أنهم لم يكونون مثل موسى في في الاصطناع لأن هذا محض فضل الله سبحانه وتعالى لأنبيائه ورسوله وأوليائه وغير ذلك وصلنا إلى الحديث طبعا وصلنا إلى الفاصل أيضا عن سر التفضيل الله سبحانه وتعالى للمؤمن القوي وإذا ما كان في ذلك سر أو أسباب أو حكم نريد أن نبحثها بعد الفاصل للحديث بقية تأتيكم بعد فاصل قصير ترجمة نانسي قنقر طاب أفقي على مدار القمر نايل سات لذا يرجى من المتابعين الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد أسعدكم الله ما زلنا معا في الحديث عن المؤمن القوي وفضله عند الله سبحانه وتعالى وحديثنا دائما في هذه الحلقة مع الدكتور حسن سلمان دكتور تحدثنا في قبل الفاصل عن قضية قد تبدو إشكالية وقد بينتها بأنها فضل من الله سبحانه وتعالى إذا ما كان الأمر قدريا كيف الله سبحانه وتعالى يخلق مؤمنا قويا يفضل على مؤمن ضعيف وكلاهما خلق بقدر الله سبحانه وتعالى واكتسب أسباب القوة أو الضعف بقدر الله وقد بينت الأمر لكن ربما من يسأل عن إشكالية أخرى يعني تبدو له يعني الله سبحانه وتعالى وضع في القرآن الكريم ميزانا للتفاضل سمه ميزان التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم كيف يمكن التوفيق بين هذه الآية الكريمة وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف يعني هناك المؤمن القوي أحب إلى الله وخير وهنا الأفضل هو الأتقى كيف نجمع بين هذه النصين طبعا مفهوم التقوى أيضا من المفاهيم المركزية في القرآن الكريم وهي تقابل مفهوم العدوان فالذي يكون معتديا لا يكون متقيا فمن اعتدى فقد وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على إثم والعدوان فجعل الإثم في مقابل البر وجعل التقوى في مقابل العدوان وهذه طبعا إشكالية قديمة حقيقة يعني كثيرا ما يتجادل فيها الناس عندما سئل شيخ الإسلام التيمي أيهم أفضل الفقير الصابر أو الغني الشاكر فقال أتقاهم لله فيبقى هنا قضية التقوى هي الوقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى وعدم اقتحام المحرمات فالمؤمن سواء كان فقيرا أو ضعيفا أو غنيا أو قويا إذا كان تجاوز الحدود وصار من المعتدين فهو مزمون وفارق التقوى فلا تعارض بين مفهوم القوى لأن يمكن للإنسان أن يكون قويا ومتقيا ويمكن أيضا أن يكون فقيرا ومعتديا يعني كما لو أن القرآن يريد أن يدفع بالإنسان إلى المثالية والكمال يريد أن يلاحظ الآن آيات الجهاد دائما يربطها بالتقوى لأنه قابل للعدوان القوي هذا قابل لأنه يكون معتديا فيقول لك نعم كن قوي ولكنك قف عند الحدود ثم تتلزون إذن بين القوة والتقوى نعم يعني تجد ما صلى الله سبحانه وتعالى يقول وقاتلوا في سبيلها الذين يقاتلوا ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وتجد مثلا يتكلم عن الأشهر والحرم ويقول إن الله يحب المتقين فالوقوف عند الحدود سواء كان الشخص فقير يقف عند الحد الشخص قوي يجب أن لا تحمله قوته تحمله القوة على تجاوز الحدود فيكون معتديا إذن أفهم منك دكتور حسان بأن المؤمن القوي خير وأحب إذا الله شرط أن يكون تقيا إذا خلى من صفة التقوى فهذه الخيرية تسقط نعم نعم أو يحصل فيها اختلال يحصل فيها اختلال لأن المسألة سيكون جانب النسبة موجود يعني أحيانا يكون هذا الشخص المتقي يقف عند حدود الله فيمدح على قوته وحيتجاوز بها فيذمع على هذه القوى التي اعتدا فيها وبالتالي مطالب أن الإنسان يكون قويا في ما أمر الله سبحانه وتعالى وأن لا يستخدم هذه القوى في البطش وفي التجبر وفي القطرصة وفي العدوان على الناس هل العلة في تفضيل المولى سبحانه وتعالى المؤمن القوي على الضعيف واضحة هل هناك سر واضح أسباب واضحة في هذا التفضيل الرباني نعم ماذا عنها؟ واضحة أن قضية إقامة الدين إقامة الدين من أعظم القضايا التي تطلب قوة لا يمكن أن تقيم مجتمع أو تقيم شريعة أو تقيم دولة وأنت ضعيف فالذين سيساهمون في هذا البناء العظيم في إقامة الدين دعوة من الناحية العلمية وجهادا من الناحية القوى المادية وبذلا للعطاء من الناحية المالية ونشرا لهذه القضايا كلها على مستوى العالمين وأنت ضعيف فبالتالي أن القوى المشار إليها هنا لو أخذناها بكل أنواعها بأن الذين سيسهمون في بناء الحضارة الإسلامية وفي بناء ما يسهمون بحضارة الحق ستلاحظ بأنهم الأقوياء الضعفاء سيكونون يستظلون بظل هذه الحضارة القوية القائمة على الحق لكن البنات الذين يبنون هذا الأمر هم الذين يعني يكونون من الأقوياء وهنا طبعا يحضرني طبعا أيضا مفهومين تحدث عنهم بعض العلماء ومفهوم الفرقة الناجية ومفهوم الطائفة المنصورة الضعفاء يمكن أن يكونون في مساحات الفرقة الناجية وفي كل خير هنا تأتي يعني هو يكون ناجي من عذاب الله ولكن إقامة الدين إقامة الشريعة بناء الحضارة الإسلامية الجهاد في سبيل الله نشر العلم نشر الحقائق الوجودية كل ذلك لا يمكن أن يتم مع الضعف وبالتالي الأقوياء هنا سيكون ضمن الطائفة المنصورة فستجد أن أحاديث الطائفة المنصورة كلها أحاديث قوة ودعوة وجهاد وظهور بينما أحاديث الفطقة الناجية هي نجاة بالنفس فيمكن للإنسان أن يأخذ غنيمات ويتتبع بها أطراف الجبال ويعيش لوحده وينجو عند الله سبحانه وتعالى لكنه لن يكون مساهما في بناء الحق وحمل الرسالة التي أمر الله سبحانه وتعالى أن تصل إلى العالمين وهنا ستلاحظ أن مفهوم القوة له أثر كبير جدا في المفاضلة التي جاءت في هذا الحديث فالقوي بماله سيسهم يعني عثمان بن عفان مثلا الذي يجيش ألف شخص ليس كشخص جاء بنفسه وقال يا رسول لا أجد شيئا أجاهد به فيتركه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له لا أجد ما أحملكم عليه هو فيه الخير وستجده يكون مثلا يعني قد يكون عند الله سبحانه وتعالى يبلغ بنيته لكن في الميدان وفي الساحة العملية لن يكون مؤثرا كذاك الذي امتلك مالا أيضا الذي حمل علما قد يكون شخص مثلا واحد يدخل بسببه الملايين كما هو في أفريقيا عندنا مثلا ملايين من الناس يدخلهم شخص واحد كما هو حال بعض الدعاة يعني الذين مثلا دخلوا إلى أفريقيا وأسلم على يدهم خمسين مليون وفارقوا الحيوة وهم على هذا الوزن ففرق كبير جدا بين الشخص القوي ماديا قوي جسديا قوي علميا قوي من حيث الرؤية والأفكار والأطروحات وبين شخص لا هو على قدر حالي دكتور ثمت مساء الكسبية ومساء الجبلية في موضوع القوة يعني ثمت من يعني هو يولد ويفطر على القوة وآخر يولد على الضعف موقف المؤمن من هذه القضية يعني صحيح طبعا هنا يحضرنا حديث لعله حديث من عمر إن فيك صفتان يحبهم الله الحلم والأنا إن فيك صفتين يحبهم الله فهنا لاحظ أن الحلم والأنا لا يؤتاها كل شخص يعني ليس كل شخص يؤتى الحلم ويؤتى الأنا ولا كل شخص أيضا يؤتى الشجاعة لاحظت ولا كل شخص أيضا يؤتى مثلا القوى الجسمانية ولكن لاحظ أن الله سبحانه وتعالى قسم هذه الخصال كما قسم الأرزاق كما أن هناك أرزاق مقسم هناك هذه نوع من الأرزاق يعني الحلم رزق والشجاعة رزق لكن أيضا الشريعة لم تجعل الباب مقلقا أمام هؤلاء حتى يكتسب بعض هذه الصفات ولكن فرق كبير بين الذي خلقه الله سبحانه وتعالى جبلة أنه شجاعا أنه حليما أنه صاحب أنا وبين من يحاول أن يكتسب هذه الصفة يعني كل الصفات القيمية التي طلبت الشريعة من الناس أن يتخلقوا بها فيها مساحة كسب فيها مساحة كسبية لكن هناك مساحات يرزق الله فيها الناس ما يشاء لكن ستلاحظ هذا الذي رزقه الله سبحانه وتعالى قوة سيؤسره الله في أبواب الجهال وهذا الشخص الآخر الذي لم يرزقه الله القوة اليسدية لكن آتاه الله قوة مالية فيسخر هذه القوة المالية في تعزيز القوة البدنية فستجد أن التكامل بين هذه المجموعات من حكمة الله سبحانه وتعالى حتى في قضية التفاوت هذا هذا التفاوت الذي نراه الآن فعلاً ظاهره فيه نوع من الله كده عندنا كبشر ننظر إلى المسأل لماذا لم يجعل الله جميعاً أقوياً أسكياً ستلاحظ أن الحاء الحكم في ذلك أننا حتى نستطيع أن نستثمر كل هذه الطاقات في إطار وجهة واحدة لكن بعض الناس قد يؤتيهم الله كل ذلك فضل من الله لكن لا يمكن أن يحرم شخص من فضل من أفضل الله عزوجي دكتور هل أفهم من كلامك يعني كأنني لمست معنى خفية من كلامك بأن ربما تكون مفهوم القوة التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأن المسلم المؤمن إذا ما كان ليس لا يمتلك أسباب القوة وسعى إلى اكتساب القوة وبذل وسعه وجهده كله من أجل أن يكون قوياً ربما يكون أفضل من من هو قوي ولا يكتسب هذه الصفات ولا يعمل بها أحسنت أحسنت هذا مفهوم دقيق جداً وهو الشخص الذي مثلاً الشخص يعني أقرب المثال الشخص الذي مطلقاً لا يشتهي النساء وشخص آخر يشتهي النساء ولكنه يعفو نفسه فرق كبير جداً هذا الذي يعني يرتقي في مداري الصراع النفسي والمدافعة وحالة الديانة الداخلية وبين شخص والله لا أجد شيء وبالتالي ستلاحظ أن هذا الذي اكتسب منح القوة من الله سبحانه وتعالى وشخص آخر سعى لاكتسابه فهذا يرفعه الله وربما يسبق هذا الذي كانت القوة عنده جبلة لكن في معنى آخر أيضاً هنا مهم جداً أن نشير إليه وهو أن لا نختزل المفهوم على المستوى الفردي يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المؤمن القوي علينا أن نوسع هذا المفهوم أن المجتمع القوي أحبه إلى الله من المجتمع الضائف وبالتالي أيضاً نذهب إلى معنى التكامل في القوة يعني القوة إذا اعتبرنا القوة نفسها يمكن أن تتوزع يعني لا ينزم أن يكون سوبرمان الواحد يعني واحد وغني وقوي في بدنه وقوي إيماني لا قد يكونون مجموعة من الأقوياء لكن بمجموعهم يشكلوا على الأقل حالة القوة المطلوبة شرعاً فهذه أيضاً من القضية التكامل أي قضية التكامل كيف نستطيع أيضاً أن نحددها هنا طبعاً حتى على مستوى المجتمعات حتى على مستوى المجتمعات مجتمعاتنا أيضاً إذا كان في مجتمعات ما شاء الله تتمتع بالمال وفي مجتمعات تتمتع بالقوة البشرية وفي مجتمعات تتمتع بالقوة العلمية وفي مجتمعات تتمتع بالعلاقات العامة والمكر والدهاء مثلا كل هذه أنماط من القوة على الأمة أن تتحدى لتشكل مفهوم القوة على مستوى الأمة فهي القضية أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يشير إلى مفهوم علينا أن نذهب بهذا المفهوم إلى أبعد مدى يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم يضرب النموذج على مستوى الفرد ولكن هل تتصور أن النبي يخاطب فردا ولا يخاطب أمة؟ هل يخاطب فردا ولا يخاطب مجتمع وشعب بكامله طبيعة الحال؟ لا لكن الحديث واضح فيه الترغيب والحث على استجماع شرط القوات قبل الحديث عن استجماع شرط القوة يعني لو نقلنا إلى المقلب الآخر من الحديث أو إلى الجهة الطرف الآخر من الحديث الضعيف تحدثت عن موضوع القوة ما مفهوم الضعف هنا؟ هل هو الضعف الكسبي أم الضعف الناتج عن الكسل عن القيام باستجماع أسباب القوة؟ أحسنت هنا طبعا عندنا يعني إذا اعتبرنا القوة في تعريفها المبسط هي القدرة على الحركة والفاعلية والتأثير يعني القادر فاعل ومؤثر ومتحرك وجاد الضعيف هو ما لا يمتلك القدرة على الحركة والتأثير ما لا يمتلك القدرة على الحركة والتأثير ولكن ستلاحظ يعني ببساطة يمكن أن نقول والله الضعيف نقيض القوي يمكن أن نقول لكن ستلاحظ هنا أن الذي يعجز عن امتلاك القدرة والفاعلية قد يكون هذا العجي سببه كسلاً وقد يكون سببه ليس كسل الكسل هو يقول ابن القيم الكسل هو فقدان الإرادة وما كانت مشكلته فقدان الإرادة هذا كسلان يعني عنده الأدوات وعنده كل شيء ولكن مع ذلك لا يتحرك هذا لا يقال عنه عاجز ولا يقال عنه استضاع هذا يقال عنه كسلان فتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من العجز والكسل ابن القيم يقول العجز فقدان القوة والكسل فقدان الإرادة فأنت أحياناً قد تكون عندك القوة ولكن ما عندك الإرادة وأحياناً يكون عندك الإرادة ولكن ليس عندك القدرة فهنا لا بد أن ننتبه إلى قضية متى يكون الإنسان معذوراً بالعجز وبالاستضاعف ومتى لا يكون معذوراً بالعجز أحياناً كثيراً ما ندعي بأننا عاجزون وفي الحقيقة نحن لسنا من العجزة نحن من الكسالة يعني عندنا مجموعة أدوات قوة ولا تسخر ربما ينطبق على حال الأمة الإسلامية الآن حال الأمة الإسلامية عندها مجموعة هائلة جداً من القدرات والإمكانات ولكنها لا تريد أن تفعل هذا الموضوع أو على الأقل مسلط عليها من يكبت هذه القوة ألا تكون قوة فاعلة وقوة مريدة وبالتالي أيضاً في مفهوم الاستضعاف هنا سنلاحظ مفهوم الاستضعاف قد يقول عن مستوى الفردي قد يقول عن مستوى الأمة هذه من القضايا التي تأخذ نسبة يعني يمكن أن يكون هناك فرداً مستضعفاً ويمكن أن يكون هناك مجتمعاً مستضعفاً ثم تفرق بين المستضعف والضعيف دكتور نعم المستضعف هو الذي يفرض عليه يفرض عليه الاستضعاف لكن الضعيف الذي ورد في الحديث هو الضعيف ضعيف في نفسه أم الضعيف عن أسباب يعني الذي فيه كسلاً عن سعي وراء القوة الذي لم يسعى لتحصيل القوة المطلوبة وهي بإمكاني أن يحصل عليها هذا الذي يدمر ومع ذلك فيه خير ومع ذلك فيه خير بوجود الإيمان ويريد أن يقول بأنه والله ما دعم أنه أصل الإيمان موجود عنده لم ينتقل من دائرة الخيرية إلى دائرة الشر المطلق أنه هنا يتحول إلى كافر ولا عزب الله فعلى كل موضوع الاستضعاف موضوع الاستضعاف هنا إذا اعتبرنا بأنه والله أحياناً قد تكون حالة الاستضعاف حالة جزئية بمعنى أن الإنسان يكون عاجزاً عن القيام ببعض الواجبات وبعض المهام الشرعية وحياناً قد يكون عجزاً كلياً الضعف نفسه يتفاوت بين ضعف كلي وضعف جزئي وأيضاً يتفاوت بحكم الواقع عليهم الضعف قد يكون مجموعة بسيطة وقد تكون أمة أمة كاملة قد تكون تحت دائرة الاستضعاف وفي كل الأحوال في كل الأحوال في كل الأحوال سواء كان ضعفاً فردياً أو كان ضعفاً مجتمعياً أو كان ضعف دولة القرآن الكريم يطالبنا بالإعداد في لحظة الاستضعاف يكون الواجب الشرع المنط بك هو اكتساب القوة حتى تخرج من دائرة الضعف يعني هو صحي يتجاوب معك في أنه لا يكلفك ما لا تطيق ويرجع بك إلى دائرة الشخص الضعيف الذي مثلاً كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مقاعدة يعني ينزل معك إلى مستوى أنك يخاطبك في حالة القعود لكن في حالة القعود ما الذي يمكن أن تقوم به هذه مسألة لا تسقط عنك وهنا يأتي قضية هل فعلاً كل مستضعف أو كل ضعيف يعذر بضعفه وباستضعفي أم لا بد أنه يعني يثبت أنه سعى ما يمكن في مقدوره وأدى ما عليه من الاستطاعة ثم بعد ذلك توقف الحديث حقيقة عظيم دكتور يعني المؤمن القوي خيراً وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحث عزائم المسلمين على أن يتعرضوا لمحبة الله سبحانه وتعالى على أن يجهدوا في سبيل أن يكونوا أقوياء كي ينالوا الخيرية والأهم من ذلك كي ينالوا محبة الله سبحانه وتعالى طيب ربما يعني أشعر أننا وصلنا إلى ربما واحدة من أهم الأسئلة في هذه الحلقة وهو كيف يسعى الإنسان لأن يكتسب أسباب القوة وبالتالي التعرض لمحبة الله سبحانه وتعالى وسائله في ذلك هنا سبحان الله لو تتبعنا الحديث لم يترك فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأمر يعني أربط كلمات الحديث ومفردات الحديث ستلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير ثم قال احرص على ما ينفعك احرص على ما فكأنما لو أردنا أن نختزل الجواب في عبارة واحدة كيف أحصل على القوة أقول لك احرص على ما ينفعك يعني كل ما ينفعك في دينك ودنياك فاحرص عليه القوة الإيمانية تنفعك في دينك ودنياك فاحرص عليه قوة العقيدة قوة العقيدة قوة الثبات قوة اليقين بالله قوة الثقة في رسالة الله سبحانه وتعالى لكن قبل أن تكمل دكتور معذرة هل الإيمان وقوة يعني طبعا يجب أن تكمل لكن قبل ذلك هل الإيمان وقوة العقيدة قضية قذف من الله في روع المؤمن وفي قلبه أم قضية بالاكتساب على كل هي مقام وحال كما يقول ابن القيم يقسم كل المقامات ما من مقام إلا ويقابله حال والذين اهتدوا زادهم هدى يعني ستلاحظ سبحانه قد يكون أصل الإيمان تداء يقذف الله في قلبك الإيمان ثم تبدأ أنت بعد ذلك في الارتقاء في مقامات الإيمان ارتقيت مقام يقابل ذلك أيضا حال فيقول الأحوال هبات من الله والمقامات كسبية يعني كل مقام يرتقي فيه الإنسان سيجد معه سبحان الله هدية من الله ارتقيت من مقام الإسلام إلى مقام الإيمان لن يتركك الله دون هبة يعطيك هدية يعطيك كسب ويشجعك الله سبحانه كذلك سبحان الله في مفهوم القوة نفسه الذي نحن الآن كمفهوم مركز من التناول احرص أنك مثلا أن تكتسب قوة من أنواع القوة وتجتهد في أنك والله تكتسب هذه القوة بني صادقة أنك تريد أن تكتسب هذه القوة لتمكن دين الله سبحانه وتعالى وينفع الأمة وتنفع نفسك أيضا احرص على ما يفعه اكتسبت نوع من أنواع القوة وتقدمت في هذا المفهوم تأكد تماما أنه ستأتيك هدية من الله مفهوم إضافي للقوة يعني أنت مثلا زهبت إلى مفهوم محدد في القوة لكن بعد فترة ستجد نفسك والله يا أخي هناك هبات ونفحات من الله سبحانه وتعالى تدخل عليك من حيث لا تدري وهذه المسألة سبحان الله لا يدركها إلا العارف بالله سبحانه وتعالى الذي يتدرج في مقام العبودية ومقام الإحسان ومقام الإيمان إلى أن يصل هذه المقامات العظيمة جدا وهي في نفسها لا نهاية لها لأن التعامل مع الله سبحانه وتعالى بطبيعة الحال ليس كالتعامل مع غيره فأنت إذا كنت والله بعض الناس مجرد حالة من الإنسان يتعاطف معك أحسنت إليه فإذا به يعطيك ما شاء الله أكثر مما منحته في بعض فكيف بالله سبحانه وتعالى وأنت تتعامل معه بهذا الشكل فعلى كل هذا المفهوم مفهوم القوة واكتساب القوة جزء منها مكتسب وجزء آخر منها من الله سبحانه وتعالى لما فعلت والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى نعم طيب دكتور وصلنا إلى الفاصل الأخير لنتحدث بعده عن المحور الأخير مقاصد القوة والآثار المجتمعية والشرعية على انتشار وشيوع وكثرة المؤمنين الأقوياء في هذا المجتمع ما تبقى من هذه الحلقة يأتيكم بعد هذه الوقفات الأخيرة ترجمة نانسي قنقر اهلا بكم إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة من برنامج مقاصد التي نتحدث فيها عن خيرية المؤمن القوي وفضله عند الله سبحانه وتعالى دكتور حسن مقاصد القوة في الإسلام لا شك أن القوة مقاصد وغيات وأهدافا ما هذه المقاصد؟ لكل مقاصد القوة هي في الحقيقة كثيرة جدا ولكن دعنا ننطلق من قوله سبحانه وتعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وأنه المنكر والله أقيمت الأمر فالتمكين لا يكون إلا بقوة يعني المستضع فقير ممكن الذي مكن معناها يمتلك أدوات القوة بمختلف أنواعها فصارت عنده المكنة ومفهوم التمكين أحيانا يتداخل مع مفهوم الاستخلاف يعني مفهوم الاستخلاف ومفهوم التمكين من المفاهيم المتداخلة في القرآن الكريم أحيانا يتقدم مفهوم الاستخلاف على مفهوم التمكين مثلا وعظ الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضالهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنة لاحظ كل هذه المفاهيم مفاهيم قوة استخلاف حضور وفاعلية ووجود مفهوم التمكين قد يأخذ مفهوم السيالة ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضال ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنة والمستضعف غير آمن القوي هو الذي يكون في حالة أمن هاتين الآيتين يمكن من خلالها أن نقول بأن مفهوم القوة يؤدي بنا الصلاة دائما يقول ابن تيمي عليه رحمة الله ابن الصلاة حيثما وردت تعبر عن الإشارة في العلاقة مع الله يدخل فيها كل ما هو من حقوق الله عزوز وحيثما وردت الزكاة مقترنة مع الصلاة يدخل فيها كل ما يتعلق بحقوق العباد إذن أنت من خلال القوة ستقيم كل ما يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى يعني كل ما امتلكت أدوات القوة أنت قادر إلى أن تؤدي حقوق الله سبحانه وتعالى أيا كانت هذه الحقوق الضعيف يعني مثلا الآن الشخص الضعيف مثلا المريض العاجز الذي لا يستطيع سيسقط عنه الجهاد سيسقط عنه الصيام سيكون الصلاة يؤديها جالسا يعني مجموعة قضايا ستلاحظ بأن العاجز لا يستطيع لا نقول أنه سيكون ملاما فيه الخير لكن ليس كالذي هو قادر ويؤدي هذا الأمر على وجهه الأفضل والأكبر والأحسن وكذلك مثلا القوي سيكون مجاهدا في سبيل الله والعاجز لن يكون مجاهدا في سبيل الله وهكذا صاحب المال سيكون منفقا في سبيل الله وغيره لن يكون منفقا في سبيل الله فالذي نريد أن نقوله بأن القوي سيكون أفضل من حيث الكمال في حقوق الله سبحانه وتعالى ويكون أفضل من حيث الأداء في حقوق العباد بدءا من حقوق الوالدين باعتبارها تأتي بعد توحيد الله سبحانه وتعالى أعظم أنواع الحقوق فالشخص القوي الذي قادر على أن يعطي والديه أفضل ما عنده من إمكانات ومن قدرات بكل ما تعني هذه المسألة ليس فقط في الجانب المالي يعني الشخص الذي يكون قويا في علاقاته قويا في بدنه سيكون نافعا لوالديه بمختلف أنواع الإفادة فالعلاقات العلاقة مع الله هذه أعظم مقصد مقاصد القوة العلاقة مع الخلق بكل مستوياتهم قاموا الصلاة وآتوا الزكاة نشر الفضيلة أن كلما كنت قويا كلما كنت قادر عن أمر بالمعروف هنا أقصد بنشر الفضيلة الأمر بالمعروف وهو نشر كل رسالة الله سبحانه وتعالى وتدخل تحت قوله والعصر إن الإنسان الذي في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق فهنا القوي عنده القدرة على أن يتجاوز الذات إلى الغير يستطيع أن يكون داعيا للحق متواصي مع الناس واصل للناس وهنا طبعا دعني أقول علينا ونحن نتكلم عن مفهوم النشر أو مفهوم التوسعة يدخل فيها مجموعة ضخمة جدا من الناس يدخل فيها الإعلاميون ويدخل فيها السياسيون ويدخل فيها رجال المال بحيث والله يمكن كل هؤلاء أن يكونوا عوامل خير في بناء نهضة الأمة وقوتها عبر هذا الباب يعني يتعدون من أنفسهم إلى غيرهم وللأسف الشديد لقلة على الأقل أو لاختزال أحيانا المفاهيم مفاهيم مثل مفهوم القوة يختزل عن المستوى الضيق والخاص ونتجنب ربما المفهوم الأوسع الذي سيكون فيه نفعا على مستوى الأمة وهنا بالذات رجال المال عليهم أن يدركوا بأن النفع المتعدي أنفع لعباد الله ولخلق الله ولأمة الإسلام من النفع الذاتي كثيرا ما نحاول نحن نركز في النفع اللازم قيل المتعدي ونتجاهل فيه نادرا الآن مثلا ما نجد الأمة تنفق في المراكز البحثية الألمية المختبرات المراكز التي تؤدي إلى نهضة الأمة يعني مراكز البحث الطبية الاكتشافات هذه كلها الآن ليس هناك من يفكر مثلا في أن والله هذا المجال نحن لماذا ننتظر في بحث كورونا مثلا لا يأتينا والله الأمر من أمريكا أو أوروبا لماذا لا تكون هناك مراكز علمية بحثية تصور اليوم لو أن الأمة فيها مركز بحث فاعل وتم اكتشاف هذا العلاج في داخل أرض الإسلامية هذا اللقاح في داخل الأرض الإسلامية تصور حجم القوة التي ستنالها هذه الأمة في مركزيتها لكن الأسف الشديد طبعا هذه القضايا كلها الآن سلبت بسبب أن الأمة على الأقل هي فاقدة لمركزيتها في هذا السياق وهو ربطا بالقوة وحقيقة ربما يعني العقلاء من المسلمين يشعرون بأنهم يعني أسيرون في موضوع الاكتشاف لقاح كورونا يشعرون كما لو أنهم أسرى شعورين أحدهما شعورهم بالفرح بأن الفرج ربما هو قريب وشعور أخر سيء ربما لأنهم عالى على المجتمعات البشرية بأنهم دائما يستهلكون ويتلقون وهذا ربما من تقصيرهم بأسباب القوة في هذا السياق أنت ربطا بموضوع الاستخلاف وإقامة الدين ونشر الخير والعدل والنهي عن المنكر يفهم من هذا الكلام أن يكون المؤمن قوي هذا فرض واجبا على المؤمن وأي تقصير في هذا فهو آثم وينسحب هذا على الأمة نعم يعني بمعنى مفهوم القوة على مستوى الأمة مفهوم كفائي بمعنى لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتابة والميزان ليقوم الناس بالقصد هذا مفهوم مركزي قيام الناس بالقصد قال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد انظر كيف ربط الله سبحانه وتعالى مفهوم البينات والقيام بالقصد مع أن هذا القيام بالقصد إن لم تتوفر له القوة اللازمة لن يقوم وبالتالي إذا أردنا أن نقيم القصد ونقيم رسالة الله سبحانه لابد عنه إذن هنا لن يسقط الإثم على الأمة في مجموعها إلا إذا قام بعض المسلمين بالقيام بهذا الواجب الكفائي وكما يقول من تيمية الواجب الكفائي هما يسقط عن البعض بالبعض إذا قام به البعض سقط عن باقي لكن إن لم يقوم به البعض فإن الإثم يسمى للأمة جميعا وبالتالي هنا كان أحد أساتذتنا حفظه الله كان دائما يذكرنا يقول الواجب الكفائي يجعل المسلم مهموما باستمرار لأنه يقول الواجب العيني قمت به وانتهى الموضوع لكن الواجب الكفائي يحتاج منك متابعة في الإطمئنان أنه هل قام به الناس يحتاج منك إلى مراقبة هل حصل فيه تقصير يحتاج منك إلى أيضا إشادة ومتابعة حتى تستطيع أن تكمله فالواجب الكفائي مهما حاول بعض الناس للأسف يتصور أن الواجب الكفائي أقل من الواجب العيني ولا يهتم يعني حتى العاجز الواجب الكفائي عليه يقول من الأعلام الشاطبي يقول الواجب الكفائي من كان عاجزا عليه أن يقيم القادر نعم دكتور يعني ربما بقي معنا دقيقتان أو أقل من ذلك بقليل الأثار المترتبة على انتشار المؤمنين الأقوية في المجتمع ما الأثار التي يمكن أن يتحدث عنها في هذا السياح؟ على كل ما انتشرت كتلة الأقوية وصارت الكتلة الأكبر كلما كنا أقرب إلى أن تكون الأمة المركزية القائمة يعني الأمة الوسطة التي ذكرها الله وكذلك جعلناكم أمة وسطة ويطلق عليها بعض المعاصرين الأمة القطب الأمة المركزية كلما كانت اتسعت دائرة الأقوياء كلما الأمة الوسطة قوية وكذلك جعلناكم أمة وسطة وكلما أيضا امتلكنا مجموعة ضخمة من الأقوياء اقتربنا من مفهوم الأمة الشهود اللي هو ما يسمى بالحضور والشهود هو أعلى مقامات العبودية كما يقول العلام القيم عليه رحمة الله بدأها باليقظة وانتهت بالشهادة والشهادة هنا مفهوم أعظم مفهوم الموت في سبيل أعظم بكثير يعني مفهوم الشهادة هو أن الأمة تتحول إلى شاهدة على الخلق أجمعين ما لم نمتلك القوة وتكون الأمة حاضرة بقوتها على المشهد العالمي فهي عالة ومتى ما كانت حاضرة بقوتها في المشهد العالمي فهي شاهدة عليهم وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس كيف تكون شاهدة على الناس وأنت ضعيف وأنت مستهلك وأنت تنتظر الآخرين لا يمكن الضعفاء لا ينظر إليهم وهنا طبعا مفهوم آخر أيضا أختم به إن شاء الله هذه الحلقة وهو تأثير القوة في فهم الرسالة وعندنا نموذجين نموذج شعيب عليه السلام لما قالوا له يعني ولولا رهتك لرجمناك إنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك قوة الأعوان قوة الأعوان أشار إلى قوة الأعوان لكن فيها لطيفة مهمة جدا وهو أن الضعف مانع موانع الفهم إذا أنت ضعيف لا يؤبها لك ولا يفهم بكلامك انظر كيف أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ضعيفا ولما جاءها بعشرة آلاف ودخل إلى مكة استوعب الناس الأمر وفهموا وذهب عنه الشيطان الذي كان يخيم على رؤوسهم فالقوة مسألة مهمة جدا في أن يفهم الناس رسالتك التي أنت جئت بها إلى الخلق والضعف للأسف الشديد الضعيف لا يلتفت إليه نعم حقيقة هذا الموضوع يثير شهية في النفس لإثارة موضوع القوة الأمة المسلمة كيف يمكن معالجتها كيف يمكن أن تستجمع ربما في حلقة مقبلة منفصلة أشكرك شكرا جزيلا دكتور مشاهدين الكرام ختاما أشكر ضيفي الكريم الدكتور حسن سلمان عضو أمانة رابطة علماء إيرتريا شكرا الله لكم حسن المتابعة في حراسة الله السلام عليكم ورحمة الله شكرا الله